هو يطلع لك واحد الإسلام سوف يسود إن رضيتم أم أبيتم الإسلام سيسود كاننا بعد سنة واحد للهجرة الإسلام سيسود وهذا المشحون الإسلام سيسود أوكي ساعد الإسلام يعني هو شنو الإسلام ما هو تعريف الإسلام كلام كلام علف لغوي يكررونه ولا يجرونه ما يجري إن رضيتم أم أبيتم وليش أنت الإسلام دائما إلا علاقة بالحرب ليش أنت دائما عنيف ليش ما يكون هذا الإسلام لطيف سمع يتفهمها الآخرين يرفض الأدوان يرفض الحرب ويرفض أن يقدم نفسه للآخرين بطريقة عنيفة يقول الإسلام سيكون هو الحل لأن يكون البلدان في حالة السلام مستمرة وهذا الدين عظيم وهذا الدين لا يدعو للأدوان لا هذا شيء يقول الإسلام سوف يسود إن رضيتم أم أبيتم كأنما حرب بين جبهات كأنما هذا الدين موجود فقط للحرب أي دين هذا يعني أنت أنت تسخف دينك في هذه الطريقة وتحط من قيمته لكنه هو مأخوذ بهذا الشعارات ممكن تختار أي آية بس العالم الآن يجب أن يقدم نفسه بصورة صحيحة بدلا من أن يقدم نفسه بصورة قطيعية فيها عدوان على الآخرين ونهب وغزو وبها صراء مميت هذه الطريقة الدينية هي اللي قادتنا للتحركة هي اللي قادت إيران الآن إلى الحال السيء الذي عليه هي اللي قادها إلى أن تتعرض إلى هذه الإهانة البالغة يعني أنا لما كان إيران والله لو أكون مكان إيران ومكان الذي هذا اللي حدث أقول لرئيسنا يا إخوان مشروعنا فاشل وعلينا أن نحفظ الدماء وإحنا قدمنا مشروع فاشل وهذه الميليشيات كل واحد يروح البيتة وانتهى الموضوع ليس استسلام لإسرائيل ولا للصحاينة بالعكس تسعب البساط من إسرائيل وحججها وخطافها العدواني الذي استباح شعوب وسباح مقدراتها فبالتالي من يريد الآن إذا كان مخلصا للدين وللإنسان ولشعوبنا علي أن ينسح ويقول خلص هاي الميليشيات هذا مشروع فاشل حزب الله يسلم بلد يقول أنا خلص أنا سأكون عضو نافع كافي حروب لن أرفع سلاحا بعد الآن وسأكون عضو نافعا وانتهى الموضوع إسرائيل نأجل موضوع خمسين سنة خلص ما لنا علاقة وانتهى الموضوع خمسين سنة نبني نعيد بنا هذا الإنسان الذي دمرناه الذي سحقناه الذي جعلناه لاجئا ومهجرا وجائعا ومريضا ومعوزا ومدمرا ومحطما علينا أن نستعيد هذا الإنسان نبني نستعيد بنا هذا الإنسان الذي ضحينا به من أجل مشروع تافع ومنحاط قادنا للتهلك علينا أن نستعيد بنا هذا الإنسان ويكون هو الهدف وهو الوسيلة وهو الغاية الرضاة هو يكون أساسنا الدول ما لا تتقوم على مبدأ حرية هذا الإنسان على مبادئ الحرية والديمقراطية والمساوات ونيل جميع الحقوقهم عندما نبني هذا الأساس أن ذلك العالم كله يخافونه لكن عما أن تضطهد الإنسان وتسحقه وتدمره وتعسل عقله وتعلمه على 14 ساعة بس يصله ويصوم ويأدل فرائب وتسمع طاعة ولي الأمر والولي الفقيه ولا تتنفس ولا تقول شيء تكتب تعليق يبعثوا لك واحد يختالك أوكي وافقنا ما هي نتيجة نتيجة الآن أنت تتعرض إلى إهانة من قوة كبرى وتقتلك في عقر دارك أنت وقياداتك الأساسية الآن هذا اللي ضحيت الشعب إيران الشعب عظيم ومثقف وعلماني مؤظم الشعب الإيراني بالمناسبة ناس علمانيين الشعب الإيراني هذا العظيم اللي يشئ طاقة ويشئ ذكاء ويشئ عبقرية ويشئ إمكانات والأراقيين العلماء يعني شعوب لا يوصف قدر نسبة ذكاءهم وقدرتهم أتكى من أوروبيين أنا عايش في أوروبا والله لا يوجد بذكاء الأفراد العرب والمسلمين لا يوجد بذكاءهم وبنسبة ذكاء الأوروبيين ما تلقى واحد بالألف يتلقى بدرجة الأيكيومان تفوق المية مؤسسات لا نستطيع أن نبني مؤسسات بسبب هذا الغباء الذي نحن عليه والذي قادنا للتهلكة لو كان شرفاء وحقيقيين يقولون كافي جربنا مثل صدام صدام أنا طبيت الكويت طبيت إيران بلد دمرته دخلت في أصاب خلص أني كنت شريفا عليك أن تنسح بتقول خلص أنا جربت حظي وهذا المشروع فاشق مشروعي فاشق دمرت أربع بلدان خمس بلدان عظيمة لبنانيين لبنان سوريا اليمن ليبيا أيضا لكم دور الإسلاميين عموما هذا مشروعكم عليكم أن تنسحوه خلاص أنا أدعو الناس الآن أن يشكلون جبهة الضغب من أجل إيقاف كل هذه السخافات إيقاف كل هذا الدمار الذي نعلم عليه أنا مش بيت واحد طالب الناس بهذه المطالبة يجب أن نشكل تيار وحركة تدعو إلى الخروج من كل هذه السخافات إلى عادة بناء الإنسان وهذا هي القضية الأساسية التي يجب أن حتى يكون أن كلامنا إلى معنى يعني أنا راح أحلي لك أنه خيار هنية وأنه نالك أوكي وبعدين سوار القضية التي يجب أن نطالب بها وأن نشترك جميعا في المطالبة بها والتحريض الناس أو توجيههم إلى أن يقولون الحقيقة وهي أننا هزمنا الهزيمة ليست عارة العار هو أنك لا تعترف بالهزيمة ألمانيا اعترفت بالهزيمة اليابان اعترفت بالهزيمة وبإنهم نفسهم لماذا؟ لأنهم اعترفوا يعني شعوب لا تعترف بالخطأ هذه مصيبة الكارثة مانتنا علينا أن نعترف بالهزيمة إيران إذن كانت تحترم نفسها وتاريخها وسمعتها عليها أن تعترف بأنها لا تستطيع المواجهة وهو فعلا صحيح عاشرة الشهر تتعرض إلى ضرب المستمر بدون غد وهذا معناها أنهم ليست لديهم قدرة على الراك أنهم عاجزون أنهم عاجزون عليكم أن تعترفوا بعزكم يا أخي ليس أكثر خلاص أنا قلت لك دخلت في حرب وبالنسبة لي أنا سأحافظ على ما تبقى وأطلق سراح البلدان التي وضعتها حائط صد بيني وبين إسرائيل وخلاص بالنسبة لي خلاص هذا الشيء الصحيح هذا الشيء الصحيح هذا السلوك الصحيح هذا السلوك المسؤول هذا الذي يجب أن يجري ويجب أن نطالب به جميعا دعونا من التخوين وهذا كافر وهذا ملحد وهذا صحيوني وهذا أمريكاني دعونا من كل هذا دعونا نتحاسب على كل شيء يابا الآن الوضع هو كذا هذه الدولة هيمنت على المنطقة هذا الديناسور الإسرائيلي انتحرشنا به وظننا بأن المسألة ستبقى داخل فلسطين بين على حدود غزة لا وصلوا إلى طهران النكسة من سنة سبعة وستين لخمسة أيام احتلوا بها ثلاثة أضعاف حجم إسرائيل احتلوا الضفر غربية واحتلوا وجولان واحتلوا سيناء ثلاثة أضعاف في خمسة أيام بعد جعجع طالت على مدى عشرين سنة من قبل عبد الناصر أغلق المظايق وتورط وبعد ذلك احتلوا ودمروا سلاح الجوي بضربة واحدة كان ممكن يأخذون القهرة لكن يأخذون دمشق تركوها وصحية هذه الدولة الصغيرة كيف دمرتنا لأننا لم نعتمد على الإنسان لأن الدولة إسرائيل اعتمدت على الإنسان اعتمدت على مؤسسات دولة حقيقية لكننا لم نعتمد على الإنسان اعتمدنا على إهانة الإنسان واستغلالها وتدميرها والسعقة وتحطيم كل شيء حتى تجويعها وفقارها هذه سياسة هي ليس السياسة هي سياسة قطيع عليهم أن يعترفوا حسن ناصر الله يسلم خلص هذا الموضوع كافي الآن 42-41 قيادي بلد راح يدمر والآن على شفا تدمير ما تبقى تدمير ما تبقى والله شنوها قدمية ألف صاروخ ومئة وخمسين ألف صاروخ مثل 500 كم من الحماس سرعتنا الجزيرة يوميا ستغرق في الأنفاق إسرائيل إذا تعرشت لغزة تفضلوا مثل أيام صدام صدام مدفع العملاق هذا يطلع الصحافة الأمريكية تأشيار باشيس ساعة المدفع هذا القذيفة مالك لذا طلقت من بغداد تضرب لندل راجعوا راجعوا الصحافة شوفوا الجز كانوا يضعون علينا لأننا شعوب ملتاتة عقليا شعوب ملتاتة عقليا بسبب هاي رجال الدين والبث الديني وغسل الدماغ الديني اليومي الذي كانوا يأثيرون بأنه هذا الألاقة يعني توحيد الصفوف وأنه هاي طريقة صحيحة لتكوين البلدان وتكوين الجماعات وتوحيد صفهم كانوا يعتقدون هي هاي طريقة صحية وبازال رجال الدين يعتقدون بأن الطريقة صحية للتوحد وأنه الجماعة وعدم الفرقة وعدم السماح بالبدع والخراء وما ألا ذلك يتصورون بأنه هاي الوأدة ستكون هي عامل مخيف للآخرين الآن الدول والشعوب قائمة على قيمة الفرد الفرد الناضج المستقيل المبدأ الذي لديه استقلاليته ولديه فرادته بالعكس الدول الآن كل فرد الآن تحاول أن تصنع صناعة صناعة ولا تخصصها ما زال الفكرون بطريقة القطيع بطريقة الكام ويجي واحد يفرح أن عدد المسلمين مليارين والإسلام ينتشر بغباء وحماقة يتصور بأنه كمية بالعدد والإسلام قد الإسلام انتشر مليارين الآن ما يحتاجون بشر وضعتكم حتى أذكركم بالخرافة الخرافة الأولى بأنه هناك حرب شاملة أنه كل يخشام من وجود حرب شاملة وهذه الحرب شاملة موجودة فعلا صارها عشرة أشهر ومن طرف واحد وطرف الآخر منهزم خائف لا يردوا ولا يصدوا إلا حتى رد وصد في أماكن فارغة لا تجرحوا نمنة السابعة الأخيرة أن هذا النمط التفكير القديم هو سبب الكارثة التي نحن فيها والتي نكرر نكرر الكوارث مالتها من سنة 48 إلى اليوم بالطريقة نفسها ترجمة نانسي قنقر